ألا وسلم بكم مشاهدي الكرام إلى عدد جديد من حصة المشهد قدمت الجزائر مهرا هو الأغلى في تاريخ حركات التحرر في العالم قدر بمليون ونصف مليون شهيد من خيرة أبنائها مهر يستوجب علينا نحن جيل الاستقلال النعية وندرك جيدا قدره وثمنه ويستلزب علينا أن نستذكر في كل لحظة أن قوافل الشهداء التي ضحت في سبيل أن تحيى الجزائر حرة مستقلة تنتظر منا دائما أن نوفيهم حقهم ونحقق أمالهم 52 سنة بعد الاستقلال مدة كافية لنقف اليوم لتقييم ما حققناه من إنجازات ولمعرفة مكامن الداء ومواطن الخلل ومن ثم نقدم الوصفة الناجعة لتحقيق الوثبة المطلوبة إذن مشاهدي الكرام لمناقشة هذا الموضوع وإثراء النقاش يسعدني أن أصدف أربع وزراء سابقين السيد محمد سعيد وزير الاتصال الأسبق مرحبا بك أهلا وسهلا كما يحضر معنا كذلك سيد جمال ولد عباس وزير صحة الأسبق وأعوض بمجلس الأمة مرحبا بك كما يحضر معنا كذلك أبو جمع أهشور وزير البريد وتكنولوجيا لإعلام والاتصال الأسبق مرحبا بك سيدي ويحضر معنا كذلك عبد العزيز أرحابي وزير الإعلام والثقافة الأسبق مرحبا بك سيد عبدالسي إذن سيد محمد سعيد لو أبدأ بك النقاش اليوم الجزائر تحيي الذكرة 52 لأيدي الاستقلال والشباب يعني لو هكذا في عجالة في كلمة مختصرة ماذا تستطيع تقول لنا بمناسبة هذه الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم إنها ذكرى عزيزة على كل جزائر ذكرى الاستقلال ذكرى تتطلب مننا أن نتوقف أولا وقفة ترحم على أروح شهداء الذين بفضلهم أصبحنا ننعم بالحرية والاستقلال وذكرى تستدعي منا أيضا أن نتوقف عندها لتقييم المسيرة مسيرة الاستقلال إلى يومنا هذا للوقوف على نقائس هذه المسيرة وإيجابيات هذه المسيرة والعمل على تفادي النقائس في المستقبل والاستفادة من الدروس هذه السنوات الخمسين الماضية من أجل أن نبني جزائر تكون أقوى مما هي عليه اليوم وأكثر ازدهار مما هي عليه اليوم نعم سيد أبو جمعاهي شور لو نوصل في كلام سيد محمد السعيد الجزائر اليوم تحيي الذكرى لعيد الاستقلال قال بأنه وقف محطة هامة لتقييم ما أنجزناه حتى نعرف ما حققناه وماذا يجب أن نحققه في المستقبل يعني لو تعطينا هكذا كذلك تصورك لماذا حققنا الجزائر بعد 52 سنة هكذا بصفة مختصرة شكرا جزيلا ونحن نعيش هذا يعني الفرحة الكبيرة لشعبنا بدكرى 52 لاستقلالنا يحق لكل جزائري أن يستوقف هذا المسار ويقول أينما أينما وصلت الجزائر من بعد 52 سنة هل حققنا ما طمحوا له رجالات الثورة وكل من وقف وخصوصا شهدائنا ليماتوا هل الجزائر حقا بعد 52 سنة من استقلال حقت طموحات الشعب الجزائري أنا أقول بدقيق العبارة أن الجزائر تأثين وستين ليست الجزائر تألف ونواردعش في كل مجال تتذكرون أن في 62 تماما ألف منطالب اليوم أنا مليون وثلثمائة من الف منطالب تتذكرون أن في 62 كنا حفات عرات اليوم الشعب الجزائري بصفة عامة يلقى قوته وانت تعرف يعني كان الفرد الجزائري ما يتجاوزش 1200 حرارية اليوم أكثر من 1400 حرارية هذا يعطي للجزائر هذا يعطي للجزائر مكان مرموقة في مصاف الأموم النامية التي تقدمت وتطورت بغض النظر على بعض النقايس الموجودة في فترات عشناها وكل فترة جابت إيجابيتها وهناك إخفقتها نعم سيد عبد العزيز رحابي يعني لو نقف عند مواطن الخلل ربما تكلمنا هناك إنجازات تحققت في الجزائر المستقلة ولكن لو نتكلم عن الإخفاقات التي حققتها لأن الإنجازات ربما تكون هي محصلة حاصل لبعض الظروف هل اليوم فيما يخص مواطن الخلل أو الإخفاقات التي حققتها الجزائر في رأيك إلى ماذا راجعة ربما يقول بأن الجزائر لها من الإمكانيات التي هي من أكبر البلدان التي تتوفر على إمكانيات أكثر من أي بلد آخر فيما يخص الإمكانيات المادية فيما يخص الإمكانيات المالية الإمكانيات البشرية الجغرافية ولكن عرفنا اختلالات إلى ماذا يعود ذلك شكراً أولاً لازم نقارن بما كنا عليه حقيقة ما قبل الاستقلال كنا كما قال لك السيد الوزير كان شعب مضطعت الظروف والاجتماعية مزرية وجزائر اليوم دارت قفزة نوعية لباس بها ولكن كذلك لازم نقارن ما بين طموحات المجاهدين الناس لحرموا البلاد هذه وحقيقة الجزائر اليوم ثم نقارن ما بين إمكانيات الحقيقية للجزائر اليوم والنتائج ومستوى الجزائر اليوم إذن نقارن بين الإمكانيات المتاحة للجزائر اليوم الدخل مثلاً بالبترول والغاز ونقارن وثم نشوف النتائج من ناحية الاجتماعية فنحن على المستوى متوسط إذا ما نقولش أننا من المتوسط نعم لأن كيف تعرف حقيقة مستوى المعيشة على الشهر؟ هو التغطية الاجتماعية سيد الوزير يعرف هذا الملف من لي نعم هو مستوى على المدرسة تاعه هو السكن هو الشغل هو الاقتصاد الاقتصاد المنتج الاقتصاد لا يكمنه في الاستيراد للبحث وإعادة بيئة السلاعة المستوردة مباشرة أنها تعمل اقتصادها يسمى السوق فإذا قررنا بين إمكانيات الحقيقية للجزائر ومستوها الاقتصادي اليوم والاجتماعي والتغطية الطبية والمستوى على البحث العلمي والمستوى على التغطية الاجتماعية فحنا حقيقة مازال كثير مازال انتظر كثير نعم سيد جمال والد عباس يعني تكلم سيد عبد العزيز الرحابي على بعض النقائس يقول بأنه لو نقارن النتائج والإمكانيات نقول بأنه محصلة النتائج يعني هي دون المتوسط بنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر لو نذهب مباشرة لو نذهب مباشرة ونتكلم بكل صراحة يعني أين هو موطن الخلل إذا كانت الجزائر تتوفر على كل هذه الإمكانيات وحققنا نتائج دون المتوسط شكرا بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم وجزيل الشكر لهذه الدعوة الكريمة شكرا وكل تشجيع لنهار تي في أنا ما شاطرش زميلي في التحليل نتاعه وفي النتائج الموجودة كنتي الفرصة وكاني الشرف تلتاش سنة وأنا وزير في الحكومة في الميدان الاجتماعي تضامن الوطني التشغيل الأسرة الجالية ثم الصحة نقارن أتكلم الأخ الصديق محمد السعيد على ما كان موجود في 62 لازم نقارن المعيشة قبل 62 كذلك لازم نطرق لكل ما كان موجود والحالة نتاع الجزائريين قبل 62 نعم لهذا في الميدان الاجتماعي ميدان التربية والتعليم في أرقام موجودة يعني بكل صراحة في الخمسين نحن كننا طالب المسجلين 560 طالب في الجامعة جزائريين 5000 من معميرين الآن 1.600.000 طالب ما بين 62 والآن كان جامعة وحدة في الجزائر العاصمة لكن Championship وزير هذه سيد جمال والدعباس. هذه محصلة تحاصل لنمو ديمغرافيا. ربما الجزائر اليوم 40 مليون واقع أن تكون هناك مليون طالب. مليون 600 ألف طالب. نحن. ولكن هذه محصلة في نمو ديمغرافيا. وليس لإنفانيات وإنجازات حقها في المدى. في التعليم الابتدائي في الاستقلال 450 ألف في الابتدائي. الآن لو عندك ساتيلايت. يعني خمار صناعي. وتشوف الجزائر كل ساعة 8 صباحا 8.5 مليون من تلميذ. مليون واستمائة من طلبة. مليون من تكوين المهني. يعني ما يقر مع المعلمين. مع المؤطرين. 12 مليون جزائري. كل يوم يتوجه إلى المدارس إلى الجامعات. ميدان الاجتماعي أعطى الأخ بجماهي شور بعد الأرقام. نزيد نصحاحها ونقيمها أكثر من ألفين و... ونقيمها. أكثر من تقريبا تلتلاف حريرة كالورية. هذه موجودة شيء اللي صحة. ميدان صحة. كنت وزير صحة سنة ونصف. نعم. أول دولة في العالم. أعظم دولة في العالم. أمريكا لحد الآن. وأوباما هذه ست سنين. ست سنوات هو رئيس. ما قدرش يفرد على العظماء. مثل الولايات المتحدة. ربعين مليون أمريكي ما أنهمش الحق للوصول للصحة. حنا كل شيء مجانا. العطيبات اللي تكونوا في الجزائر. روح البلجيكا روح لفرنسا روح الكندا. يعني ما يقارب عشرين آلف طبيب أخصائي في هذه البلدان. هذا تكوين الجامعة الجزائرية. المنتوج الجامعة الجزائرية. يعني في العاصمة تمانية وعشرين آلف سكن في شارة توزع فيها. هذه أرقام بسيطة الوزير. هذه أرقام. ولكن من هو أراضي عن حال الصحة؟ هل الطبيب راضي؟ هل المريض راضي؟ هل الدولة راضي؟ هل ناس كنت تشتكين من مشكلة الصحة؟ تتكلم تقول نقايز. أرقام أرقام. أعتقد أن الجزائري في حاجة إلى أكثر من أرقام. إلى مستوى معيشة. مستوى التغطية. يعني هو في أكثر من أرقام. يعني أنت تعرف حالة المستشفيات عنه. أنا لاش نقول لمسألة إمكانيات سنوزير. الإمكانيات اللي عندنا عناها إمكانيات كبيرة. ولكن في الميدان النقائس كبيرة. كذا هو المشكلة. المشكلة الحقيقية. أنا ماشي معك فيها. وعدم تطابق بالإمكانيات وحدة المشاكل الاجتماعيين موجودة. ليس مسألة تشخيص سياسة فترة ما. أنا نقول الجزائر كلها منذ 50 سنة. 50 سنة نعم. سيد محمد سعيد. حتى نطي الكلمة للحضور. يعني يقال بأن هذه الخلل التي نتفق عليها. وجود هذه النقائس التي ربما نتفق عليها هنا في الأستوديو. هي راجع ويقول أنه راجع إلى ربما مشكل سياسي. كل المشاكل ربما التي تعاني منها البلدان. النقائس في كل القطاعات راجع إلى ربما نظام سياسي أو مشكل سياسي أو خلل سياسي ما. هل اليوم حتى لا نبقى نتكلم على 52 سنة. حققنا ما حققنا وفشلنا فيما فشلنا. هل اليوم حان الوقت لنضع نقطة نهاية لمرحلة ما. ونبدأ في مرحلة جديدة بنظرة تفاؤلية لغد مشرق. هل اليوم في حاجة إلى تصحيح هذا الخلل في الجانب السياسي. هناك خلل ويجب هناك تصحيح. أنا نظن ما التفقين حول هذه الطاولة أن فيه إنجازات كثيرة تمت في الجزائر منذ الاستقلال. لا كان واحد يقدر ينقرها. فيه إنجازات كثيرة تمت. ولكن هذه الإنجازات تبقى دائما نحن دائما شعب طموحي لما هو أكثر. حتى نكون دائما أقرب في الوفاء إلى شهدائنا والمجاهدين اللي سبقونا. دائما نطالب بما هو أفضل. إذن فيه إنجازات. لكن مع هذه الإنجازات فيه نقائص. وأخطر النقائص هي ما يتعلق بالفساد، بالتبذير، بالرشوة، وبسوء التسيير. هذه هي النقائص اللي اليوم لازم نعالجها. وباش نقدر تكون هذه المحطة انتهت. نبدأ محطة جديدة بتخليصها من نقائص المحطة الحالية اللي نحن نودع فيها. محطة 52 سنة نعود الرشوة، الفساد، التبذير، سوء التسيير. تقدر قلي هذه الأشياء كانت موجودة في الاستقلال مقبولة إلى حد ما لأنها تسلمنا الجيل الثورة. ما كانش عنده تجربة في تسيير شؤون دولة. ما كانش يعرفوا شهي الدولة. طلع الجبل كذا كانت فرنسا هي مسيطرة على كل شيء. الناس اللي موجودين يسيروا الدولة في 62 سيروهم بالتجربة اللي عندهم والخبرة اللي عندهم وهي قليلة في تسيير الدولة. تعلموا تسيير الدولة في الميدان. الآن الحمد لله الجامعة، مثلا فضلوا الإخوانا يتخرج مليون وربعمائة تلف التخصصات فيه كذا. نقدر هذه النقائص، هذه النحيها خلاصة فيه ما يعوض النقائص بالكفاءات الوطنية الموجودة. فهذا قرار سياسي، هذا يجيب قرار سياسي لنا لمحاربة الفساد والرشوة وسوء التسيير والتبذير. سيدة أبو جمعهي شور، حتى نبقى كذلك نوصل في هذا النقاش. المشكل في الجزائر حسب مقال سيد محمد السعيد هو مشكل في التسيير ومشكل فساد وتبذير في الأموال. أنت كنت وزير سابق والحضور هنا وزراء السابقين. لماذا في الجزائر مشكل تسيير؟ هل مشكل كفاءات؟ هل مشكل دهنيات؟ هل مشكل سياسي كذلك؟ يبدو أن الأمر عندما ينسان يتحدى التقييم والتقويم، يرى أن أساليب التسيير، ما نسميها بالحوكمة أو الحكامة، مرت مرحلة بمرحلة. وكل مرحلة حاولنا لكي نصحح بعض الاختلالات. وجدت اختلالات في تسيير شؤون البلد في مجال اقتصادي أو في مجال التربوي وغير ذلك. لكن هذا ما يكونش إنسان شاهد على أساس أن الجزائر لم تصل إلى مستواها من بلدان النامية. لازم نعلم أن الجزائر لا تزال بلد النامي بغض النظر على إمكانياتها والموارد النفطية. البعض يتحدث وأنتم تحدثتم منذ حين أن التطور الديمغرافي، البيبي بوم، اللي جاء بعد السبعينيات. يعني فرد على الحكام في أي حكومة مرة أمتها أن يراعي التوازنات الداخلية والمعادلات الداخلية بين ما سوف ننتجه لتطور الديمغرافي كان سريعا. عودة مجددة مشاهدين الكرام لمتابعة ومواصلة النقاش بمناسبة الذكرة 52 لعيد الاستقلال والشباب. اليوم موضوع الحصة 52 سنة بعد الاستقلال. محطة سانحة للتقويم والتقويم. يحضر معنا أربع وزراء سابقين. سيد عبد العزيز رحابي وسيد بوجمعة هشور وسيد جمال ولد عباس وسيد محمد السعيد. سيد محمد سعيد أنطلق معك في هذا الجزء الثاني من النقاش. يقال بأنه من بين الجوانب التي فشلت فيها الجزائر هي تأسيس لمشروع مجتمع. المجتمع الجزائري غير منظم بطريقة. لا نتكلم عن طريقة العصرية اليوم الحديثة لتنظيم المجتمعات من مجتمع مدني. الجزائر فشلت في تأسيس لمشروع مجتمع حقيقي جاد في رأيك. لماذا المشكلة؟ هل لأن الجزائر كانت تعمل على بناء البناء التحتية. وأحملت نوعا ما الكادر البشري. أو لأنها لم تنتبه إلى أهمية هذه النقطة فيما يخص مشروع مجتمع. أنا نظن لابد أن نرجع كذلك للوراة مضطرين حتى إذا نتكلم على الحاضر المستقبل. للوراة لازم. مشروع مجتمع موجود في تصور ثورة التحرير. المجتمع موجود. مؤتمر الصمام وضحه. مؤتمر ترابس وضحه. ومؤتمر الجزائر أعطاله توضيح أكثر في جزائر مستقلة. إذن كان موجود. لكن فيها أولويات بعد الاستقلال. أولويات لما في الاستقلال كانت البلد مخربة. ما بقاش. ما كانش إطاري سير الدولة. نظن يقال أنه في وزارة الفلاحة أنا ذاك. نظن في الجزائر الكل ما كانش خمسة مهندسين فلاحيين. نحن. إذن البلاد في عام ٢٠٠ كانت فارغة. ما فهل لا إطارات ولا شيء. وكانت دولة مضمرة. سبعة ألاف قرية مضمرة. أخذنا بالنهج الاشتراكي. وأنا أؤيد هذا الاختيار أنا ذاك. أرغم أن اليوم يقولك العدمية من ٢٠٠ ما كان ولو. أنا أظن المنطق كان يقتضي في عام ٢٠٠. أن نأخذ النظام الشراكي. أن نأخذ النظام الشراكي. لماذا؟ لأن الثورة تحملها الطبقات الكادحة. الطبقات الفقيرة. العمال وكذا. مشينا مع الحزب الواحد. نظام الشراكي عن الحزب الواحد. ومشينا في إعادة بناء الدولة الجزائرية من الصفر. حتى اتفاقية إيفيون. التي وقعناها مع فرنسا. أول من خرق اتفاقية إيفيون. هم الفرنسي أنفسهم. في ٢٠٠ كمفروض. في الكادر الفرنسي في الإدارة. يبقى. هم سحبوا كل إطاراتهم. وخلونا على الحديد كما يقولون. فإذن دخلنا في هذه المرحلة. ومشينا بالحزب الواحد إلى ٨٨. خطأ الحزب الواحد. وإنه لم يركز على التكوين عقائدي للشباب. لم يكن مدرسة في الحزب جبه التحريري. تكوين إطارات. لكي نزرع فعلا نخلق الاروليف. دخلنا في ٨٨. ٨٩ فوجئنا بأحداث العالم. مشينا مع أحداث العالم. دخلنا في التعددية. بدون ما نكون جاهزين لهذه التعددية. أخذنا بالتعددية الحزبية. وما كناش عارفين. ما كناش عارفين وين رايح تدين هذه التعددية. كان النظام اتفاجأ. افتح الباب للتعددية. وباش يسيطر على الموقف. وبعد قال لك نشوفه. شفنا وين صلى الله. انفجرت الأمور. ما تحكمنش فيها عشر سنوات من الدماء. الدماء والتناقضات اللي كانت موجودة. كلها انفجرت في الساحة. انفجرت في الساحة. وبدأنا كل واحد يتكلم على مشروع مجتمع. حسب كل واحد المويوره متاعه. او التكوين متاعه. او الانتماء الثقافي متاعه. هذا يقول مشروع مجتمع. يكون مدني بمعنى علماني. هذا يكون متدين بمعنى متشدد. هذا كذا. وصلنا. هو نرجع لثوابت المشروع المجتمع. نرجع لثوابت لا نقاشة حولها. يبقى الاجتهاد في كيفية يعني الاسرع بوطرة التنمية بأقل التكاليف. هذا الاجتهاد بين السياسيين. هذا مع الأسف لحد الآن ما زال ما وصلنا لهش. لأن الطبقة السياسية اللي عندنا. نعم. طبقة ربما لظروف معينة. ما كانش لها المجال باش. وباش يعني تكشف على كل إمكانياتها. وطاقاتها والإعلام. وخصوصا في سنوات معلومة. الإعلام غلق على هذه الطبقة. الإعلام الرسمي أغلق على هذا الطبق على الكفاءات الوطنية. ما برجلش في الساحة. ما تمكنش بشتوصل إلى مقاليد الحكم. لاعتبارات يعني السياسية معيرة. فإذن قضية مشروع المجتمع. الآن بصدد. كل واحد عنده تصور لهذا المجتمع. والعمل السياسي هو في نهاية الأمر. ينزل الميدان والشعب هو الذي يحكم. نعم. سيدة أبو جمعاهي شور. نواصل كذلك في الجانب السياسي. 52 سنة بعد الاستقلال. الجانب السياسي أو الشق السياسي في الجزائر. من ناحية التكوين. من ناحية طرح الأفكار. من ناحية طرح البدائل. من ناحية إعطاء أفكار وإعطاء مساهمات. ليس لنا هذا النوع من الثقافة. ربما في الجانب السياسي. حتى الحزاب السياسية. ونقولها بكل صراحة. اليوم 52 سنة بعد الاستقلال. ليست في مستوى طموحات الجزائريين. لماذا في رأيك؟ هل فشلنا في تكوين طبقة سياسية قادرة. على إعطاء البدائل. وعلى إعطاء أطرحات. واطرح لتسيير مرحلة ما. وتسيير المستقبل. أعتقد أن المقاربات النظومية. فيما يخص طبيعة النظام القائم. أعطانا فترة زمنية. بعد فترة زمنية. بعد الملامح اللي أشار إليها زميلي وأخي سيمو حمد السعيد. منذ بيانه النوفومر. مرن بسومة. مرن بترابلس. مرن بمؤتمر يعني ميثاق أغير 64. ثم وقت سيبوه مدينة في 76. ثم 86. ما عسيه شاد لي. الله يرحمه. يعني كان عنا ملابع كبيرة من تعمل شروع المجتمع. وش معناها مشروع المجتمع؟ معناها أداد يعني الهوية على الشعب. الهوية على الشعب من تفقن عليها الجميع. ما كانت تلقى واحد يخطئ فيما يخص هوية الجزائر. ولهذا الثلاثية اللي معروفة عندنا الأمازيغية والعربية والإسلام. هذه البنية الأساسية في نظرنا نحن كأجيال تعاقبنا في مساء خمسين سنة. لكن نظرتنا للمجتمع مهوش منغلق. يعني مطل على محيطه الخارجي. كنقول مطل على محيطه الخارجي. معناه يتفاعل يتأثر ويؤثر. ولهذا أقول عندما نتحدث على مشروع المجتمع هل يرجع من القول إلى طبيعة النظام. وهذا يرجع تمام. ما قاله منذ حين أخي سي أبلا أزيز. فيما يخص دستير لمرت فترة زمنية بفترة زمنية. كل دستور جاء بتعديلات وتحويرات فيما ضمنه. حاليا رئيس الجمهورية السيد أبلا زيبوتفليقة أعطى الإشارة من أجل إعادة النظر في المنظومة الدستورية والمنظومة السياسية بكل ما لها من أطياف حولها. يعني الكل له الحق أن يبدأ برأيه. ولهذا أقول المشروع السياسي أو المشروع المجتمع هل يبنى على أساس عقائدي؟ معناه وأنا أذكر أن وقت الحزب الواحد كنا نشتغل كثير. كانت عنا مدارس أنا أتذكر أننا كنا نمشي إلى مدارس في بوبرداس في بودواو. كانت أنها مدارسة خاصة للتربية السياسية. نقدر نقول الحركة الكشفية موجودة. الحركة الطلابية كل واحد. ولو كنا في الحزب الواحد كان نحن الجدل الفكر السياسي ونجادل في داخل المؤسسات بين فيها المجلس الوطني الشعبي. فيها داخل المجلس الشعبي الوطني ونحن كنا ننتمي إلى حزب واحد. لكن عنا أرى مختلفة في طروحات وفي المقاربات. ما يعني أننا كنا في الدغماتية يعني في التسلب العقائدي أو الإيديولوجي. أبداً. جزائر كانت منفتعة. بقي الأمر فيما يخص طبيعة النظام السياسي. طبيعة النظام السياسي. وقال له الإخوان غدا تستين كنا محتاجين إلى تنظيم المجتمع. لو كلهم كانوا متفقين على الحزب الواحد نداك. كل القيادات انتعى ثورة حرية. فيما بعد بالطبع رجع الأمر إلى الحكام نداك لنوع ما فرقت بعض القيادات. ومنذ ذلك الآن تخلنا في بناء الدولة الجزائرية بالمؤسسات تحا وهذا حتى أن وصلنا إلى حد وفاة الرئيس بوميدي الله يرحمه كنا داخلين إلى مؤتمر باش نغير يعني كل ما إخفقات للاقاتنا في الطريق ونكون ونتمشاو مع هو موجود في السحة العالمية إذا أخطأنا أخطأنا ولكن صحح وهذا ما كان يكون في المؤتمر لأن كان محضره الرئيس هو ريبو مدين وصححنا فيما بعد كل ما وصلنا لي في مرحم المراحل صححنا بعد الشيء بقدر ما كانت لنا إمكانيات وظروف أيضا إلى حد الآن سيد فضل حبيت نقولك فقط أن الفترة الزمنية هذه الأخيرة 15 سنة لو نشوف ما دخ من مال في البرنامج الخماسي اللول والثاني والثالث يعني 200 مليار دولار ثم 280 مليار دولار ثم يعني الحالي قريبا 700 مليار دولار سيد سيد الوزير أو يتكلم على دخيرة تقع 21500 مليار دينار جزائري موجودة في الصندوق الضبط الواردات معناه يعني إذا رأينا إلى الإنكانيات والموارد بغض أنه يقول أننا اقتصاد ريعي صحيح ريعي كيف هذا هو المدخول يعني نشتغل بقي كيف تكون نصحح حكامة التسيير أو الحوكمة هذا أمر موجود كالمكافحة حتى الرشوة وكل أمراض الاجتماعية المحاطة في مسيرتنا التنموية نعم سيد عبد العزيز الرحابي نعود إلى نقطة الاقتصاد الوطني يعني لا نستطيع أن نتقدم أو نمشي في النقاش دون أن نمر على الجانب أو شق الاقتصادي تكلمنا عن الجانب السياسي فيما يخص الشق الاقتصادي من 1962 إلى 2014 اليوم تقريبا الاقتصاد الجزائري لم يخرج من نطاق المحروقات 98% اليوم 98% من صادرات الجزائر هي عبارة عن محروقات 2% فقط هي نسبة صادرات خارج المحروقات في رأيك سيد عبد العزيز الرحابي نتكلم بكل صراحة وإن أخطأنا نقوله أخطأنا كما قال سيد بجمعه شور في رأيك أين أخطأنا في مجال الاقتصادي حتى نصحح مواطن الخلل الاقتصاد الوطني تراجع لأن الانتاج الصناعي في الجزائر تراجع تقريبا 15% في 20 سنة هذه الأخيرة بسبب الإزمة السياسية والأمنية التي عاشناها في 90 ثانيا في تراجع الانتاج الاقتصاد المنتج لأن الان الناس تستورد مباشرة لا تنتش عندما تسترد تربح أكثر مما تكون عندك ورشة وتنشور لمجال هذه تعرف مشكلة الجزائر الكبير هو مشكلة الاختصاد حقيقة واردات الجزائر تقريبا 60 مليار دولار 62 64 مليار سنويا نستورد كل ما نبيعه الآن من البترول وين الغاز فابتداء من هذه السنة مش ممكن أن ندخر حتى مليار دولار في السنة أعتقد أن لا يمكن حل المشكلة لا يمكن حل المشكلة الاقتصاد هو مشكل صناعات الصغيرة والمتوسطة لا يكمن في صناعات ثقيلة بقدر ما هو يكمن في صناعات المتوسطة التحويل تحويل ما تنشو في الفلاحات تحويل ما تنشو في الصناعة لأن نستورد كل شي من هذا الجانب ثانيا ترجع مثلا عندما تنتج وتصبح منتج لازم يكون عندك وزن في المجتمع الثروة تنتجها ينتجها المصنع الثروة ما تنتجها هنش الدولة الثروة الدولة المهمة تحاها أنها يعاد توزيع الثروة بإنصاف نعم ولكن يبقى المشكلة الأساسية هو طبيعة النظام المشكلة الأساسية لا يمكن أن يكون عندك اقتصاد بدون ما يكون عندك شفافية في تسيير أمور الظلام بدون ما تكون عندك مراقبة شعبية للأداء الحكومي مشكلة في الجزائر هو طبيعة النظام هناك انسداد سياسي نظامنا طبيعة النظام الحالي ما تغير كثير بالنسبة لطبيعة الـ 62 هذا النظام وين الرجال فيه عندنا السلطة المؤسسات ما عندهاش السلطة المؤسسات هي اللي تمشي الدول ما يمشي الرجال الرجال يزولوا ولكن تبقى المؤسسات المؤسسات في الجزائر ضعيفة هل العدالة قوية هل العدالة مستخلة دستور 63 يعني من باب الفكاهة فقط ودستور 76 كذلك كان يعتبر العدالة أهل من أليات الثورة الاشتراكية هذه الثقافة السياسية السائدة إلى يومنا هذا لدى الحكام يعتبر ان العدالة لازم تكون في خدمة الحكوم النظام مش في خدمة القانون هذا مشكلنا الحقيقي هو طبيعة النظام أنا من الأقلية عن الناس اللي ظنوا كان من المفروض منذ 62 طب برز الجزائر بأفكارها اللي كانت عادة قبل 62 لأنه جبت التحرين ليست بحجب جبت التحرين جبها لأنه كانت فيها كل الحساسيات لذلك اسمها جبها ما كان اسمها حزب أنا ذاك لو حقيقة لماذا مثلا تراجع دول النخب لماذا في سلم القيم في الجزائر اللي عنده سلطة أو اللي عنده مال أسهم في السوق أعلى من أسهم المثقف طبيعي المهندس الكاتب المعلم فهناك تراجع في القيم عندما محمد سعيد يحكي على الإزمة الأخلاقية مشروع المجتمع مشروع المجتمع شوف سلم القيم داخل مشروع المجتمع تلقى مثلا الأول هو السلطة الثاني هو رجال المال والأعمال ثم الثالث هو البزناسي أو ليعرف ليعرف فلان فسلم القيم أن حكس مباشرة في جزائر هناك مشكلة المراقبة اللي عنده السلطة وما ترقب للعدل وما ترقب للمحاسبة مشكلة المحاسبة سيد المجتمع هيا شعور عندك تدخل فهدنا لا فقط ويتم قول لو لك نفتح حساسة هذه ونقتم نعم ربما يقدر هذا هو مشكلنا في الجزائر سيد كامل شوف الثورة في الدهنيات تأتي بما نسم إليه من نظام سياسي يريد أن يعطي إلى مكان الموطن يتحدث سعب العزيز على النخب هل النخب في بلد مثل بلدنا وجدت نفسها في هذا سلم القيم الذي كان يتكلم عن السابق تماما أنا أرى وأن يلاحظ والكل يلاحظ أن في المعادلة الحالية من يمسك مزود المال الفاسد المال النظيف يريد المال النظيف يؤسس بها مؤسسات لأن المؤسسات هي مصدر الثروة المؤسسة المنتجة هي مصدر الثروة ليست يعني الدولة لدخ المال دايما ولهذا حرية المبادرة لمؤسسات الاقتصادية ونحن نعيش في أزمة نقدية ومالية عالمية تعرفوا المرة الأخيرة في 2008 يعني بلدان يعني لعندهم المعبد الرأس المالية أنحنوا أنحنوا وأصبحوا يحميوا في الاقتصاد انتح يعني مثلا على القرد العقاري يعني لهزز أركان المعبد الرسمالي والنقضي العالمي ولهذا نحن في حاجة مليحة وهذا ما جاء في ما قرأته في المخطط رئيس الوزير الأول هذا المرة وهو ناتج على برنامج رئيس عبدالعزيز بوتفريقة أن نراجع وندير القطاع فيما يخص الاختلالات في وقعات في تسير بعد إرساء ثقافة الاستيراد صعب لنعود نقول إرساء ثقافة الانتياج ربما في نقطة الاقتصاد فقط غير غير ثقافة الناس مطمئن الرجل في شهرية تجيه لأنه في البترول والغاز لأن صبحت عقلية منتشرة شائعة في البلاد وأنا كنت صغير في وقت الثورة نذكر هذه موجودة وقت الثورة مجددة الثورة كان محافظ سياسي تجب التحرير يقول غدو تستقل جزائر كل شهر عندك كستيم وكرافات وشهرية طائحة في عمر 12 سنة وكنت نعيش ونحلم ونحلم ونضبر فيها كرافات وكستيم وشهرية كان معامرين ما كانش كرافات وكرافات هذه العقلية استمرين الآن اعتمادنا الكلي قد تقول 2% نذكرهم كلي على البترول والغاز اخلقنا المواطن اللي ما يشتغلش بالعقلية الاتكالية ورانا مستمرين في نفس في نفس في نفس طريق هنا رايحين للغاز الصخري وقتاش نعتي وقتاش نخليه المواطن يعتمد على نفسه لازم هذه العقلية نغيروها الانتاج الغاز والبترول خليه على جانب يجب نكون عنا شجعة في يوم الأيام قال نغلق في حق الأجيال القادمة هذه ثروات ناظبة يجي واحد وقت انتهي واش نخليه الأجيال القادمة شوفوا مثال دولة مثل النورفيش عندها المحروقات عندها البترول والغاز يبيعوا يبيعوا للخارج نظن المنتج الثامن في العالم يبيع للخارج الدراهم الأموال اللي تدخل ممسهاش تروح الصندوق خاص الصندوق الأجيال القادمة يخذ منها أربعة في المئة فقط اللي هو الفلاحة والخدمات وكذا نحن الآن ما زلنا نستمر عسى أن تكون هذه المحطة اليوم رانا تكون معادي الاستقلال تكون مرحلة جديدة ويعني نتخلص من التبعية للبيترول والغاز ونفرضوا أنه ما كانش يستمر بيترول والغاز لا قدر الله اسمح لي لا قدر الله غضو وقع الزلزال في الصحراء يوقع الزلزال في الصحراء عملي فات وقع في طمرست علشه ما يوقعش في حاسين شعود وحاسين رمال ونزل الآبار نزلت خمسة لاف بيتر تحت تحت الأرض ما عاش نقدرون ما عاش اقتصادين ما قدرونش أن ننجوهم يولي غالي نعود كي نستوردو يكون أرخص كيفاش ندير منين نجيبوا دراهم اللي نصدل اللي نجيبوا بهم منين نجيبوا دراهم اللي راح نستوردو به الغاز والبيترول والأدوية وكذا نعم سأطرح هذا السؤال سيد جمال جولد عباس يعني لم يبقى لنا من وقت الحصاء الكثير من أين نأتي بالمال حققتني شوية في حالة ما إذا نفذ البترول والغاز هل اليوم العيد الاستقلال أو ذكرات 52 لعيد الاستقلال هي محطة سانحة للحديث على هذه ربما على هذه الأمور على هذه الاختلالات فيما يخص جانب مهم جدا جدا وهو الجانب الاقتصادي هل اليوم يجب أن نفكر بعقلية المستشرف للمستقبل حتى نضع حدا لهذه الذهنية ذهنية الاتكال على المحلوقات ما قيل من الزملاء لازم المنتج جزائري نحن نتحول من الاستيراد إلى الانتكال والمخطط الجديد أنت سيد رئيس الحكومة سلال في هذا المبدأ رح موجود الآن لازم نطبق هذا طبعا قال سياب لازم خاللك لكم صعب من الاستيراد إلى الانتج أنا أذكركم بشيرشيل في الحرب العالمية التانية لما عينوه قال نفس الشيء نفس الشيء لازم تكون لنا السجعة الكافية باش نحول الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد الاستيراد نحن 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 مجتمع مستهلك الآن هاتو براناكم لكم صادقين لازم نربط ما يقول ما يقال على الندام السياسي فيه نظام موجود منذ 62 هذا معروف ما نفترش نخرج منه معروف هذا لحد الآن ماشي كيش نغير هذا الندام داخليين بتغير الدستور بالمشاركات على الجميع ونقول بكل صراحة السيد رئيس المتشارك في المشاورات عطيت رأيك في المشاورات سلط الثمانينات ونجه كل جهد الدولة ما كفاش باش نجابه طموحات الأجيال لأن الجيل اللي يعيش حاليا في 2014 ما هوش نفس الجيل اللي عاش في السبعينيات ولهذا هناك نوع من القطيعة في المنهج اللي كنا مشينا فيه في وقت منهج التنظيم الاقتصادي الأحادي يعني ونحن أنفتحنا إلى كما نسميها بتحرير المبادرة عندما تدخل في اقتصاد ونجهة تحرير المبادرة تكون تدخل المنافسة ويدخل كل العوامل لتدي ببلد إلى مكان المرموقة في مصف البلدان المتقدمة نعم سيدة أبو جماعي شور إذن سأكمل فقط في هذه النقطة حتى لا تفوتنا الفكرة تعتبر بأنه هذه الأنظمة السياسية ربما أو هذا الفكر السياسي التي الأفكار السياسية التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن الاشتراقية وبعدها الانفتاح الاقتصادي هل تعتبر أن هذه ربما كانت محطات لعرق التطور الجزائر والوصول بها إلى ما نطمح إليه أنا أعتقادي أن ما عشناه في وقت في فترة زمنية عندما كنا نبني الاقتصاد المخطط أو ما يسمى التيار الاشتراكي أو التجاه الاشتراكي التجاه الاشتراكي في الجزائر غير التجاه الاشتراكي الموجود في البلدان المعسكر الاشتراكي تماما نحن دائما في وقت سيبو مدي الله يرحمه كان دائما يدير الفصل بين العدالة الاجتماعية عندنا حتى نخلي الفرد الجزائري يتنعم بالتطور وبما وصل إلى الجزائر لكن القطيع اللي رأي وقعت حاليا بين منظومة سياسية كانت بالأمس والمنظومة السياسية اللي أخذناها بعد ما أدخلنا التعددية بعد أنت تعرف سقوط جدار برلين بعد القطبيتين راحت نعم نحن كنا في الموعد وأقبل كل يعني كثير من البلدان في المعسكر الاشتراكي ولهذا الجزائر كانت سبقت كانت استباقات فيما يخص أخذ المسيرة التنموية للجزائر بفضل والطبع بفضل ما أنعمنا الله من موارد نفطية لخلتنا يعني نبني اقتصاد متكامل وخل المواطن الجزائري بغض النظر على ما يقال أحيانا أن ينعم بكثير من هذا الموارد النفطية سيد عبد العزيز رحابي يعني عشرين سنة لما يسمى بالنمور الأسيئوية بلدان كانت كافية يعني للوصول أو للقفص من حالة الفقر إلى اليوم إلى ما نعرفه من حالة التطور والتقدم الجزائر خمسين سنة أو اثنين وخمسين سنة بالضبط بعد الاستقلال لم نحقق تلك الوثبة المطلوبة يعني ولم نصل إلى الأمال وهذا باتفاق الحضور هل اليوم يعني بعد اثنين وخمسين سنة حتى لا نبقى نتكلم عن الماضي نتكلم عن المستقبل هل اليوم نحن ملزمين مثلا بأخذ تجربة النمور الأسيوية إلى ما وصلت إليه من تطور من ازدهار في كل المجالات ويعني ننعكس هذه التجارب على الجزائر حتى ننهض بالجزائر إلى ما نطمح إليه كما كنت تقول قبل قليل هذه الإشكالية حقيقية لماذا الجزائر بكل إمكانياتها ما وصلتش إلى مواسط إليه أرجنتين أو المكسيك أو البريزيل أو حتى الفيتنا اليوم أصبحت قوة اقتصادية أو كوريا الجنوبية هذا راجع إلى طبيعة النظام نحن مستحيل تكون هناك تنمية إذا كان هناك رشوة كبيرة مستحيل إذا كان المؤسسات ميشيل إذا حكم البلاد مستحيل إذا ما كانش حرية إذا ما كانش منافسة إذا كان الاقتصاد فقط بين أيدي دولة أنت ترجع إلى حقيقة النظام الجزائري الجزائري عايشها أزمة نظام تصور تاريخ النظام يعني مغطيش الواحد الشمس بالغربال نحن أنا أتكلم بكل سراح نين وستين نين وستين نين وستين الغيادة العسكرية للجيش الوطني أخذت السلطة نحن أخذت السلطة بالقوة ثم قلب وزير الدفاع على رئيس الجمهورية يعني بومدين على بن بلعب بالقوة ثم أبقى نفس النظام إلى حد موت بومدين ثم أبقى نفس النظام إلى حد أحداث أكتوبر بشتخلت أول بذرات لحرية الرأي وحرية رأي سياسي وحرية إنشاء الصحف وحرية إنشاء الحزاب وهلو مجرى فبالتالي أعتقدوا أن مشكلة جزائر يكمن أساسا في طابعة نظامها نظامها موجة ديمقراطية موجة حريات موجة منافسة أنت عطيت الأمثلة ما عدا الشيلي والصين نسبيا ما كنش بلد بلد عرف نمو اقتصادي بدون ديمقراطية بدون حريات هذا هون مشكلة حقيقة للجزائر اليوم وين توصل فيه القاضي يكون حر يكون مستقل يراقب الأداء تاكل مواطن اليوم وين يكون فيه المسؤول الجزائري ما عندوش حسانة أمام العدالة اليوم وين تكون شفافية في استعمال المال العام اليوم وين تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان والبرلمان مسؤولة أمام الشعب ثم تشوف النتائج هذه هذه الوصفة ما فيش وصفة تانية الغريب أن نحن الجزائريين باش نبرر الوضع تعنا هذا المأساوي الاقتصادي مثلا نحن اقتصادي وضع مأساوي نحن سياسي الانسيدات السياسية موجودة الآن باش نبرر هذا نرجع دايما إلى الماضي عما كنا عليه قبل الاستقلال ثم نسخل بالطبع هذه من مزايا الاستقلال ويكثر خير شو هذا تحصيل حاصل ولكن نحن مطلوبين باش تكون اليوم نعطي حقيقة الوضع في الجزائر إذا نقرر بين الإمكانيات وبين وضع الجزائر اليوم هذا وضع مأساوي نعم سيد جمال والد عباس يعني في قطاع معين أو ربما في جانب معين لا يختلف فيه اثنان في الجزائر أن الجانب الاقتصادي يعني كما قال السيد عبد العزيز الرحابي وضع مأساوي حقيقة منذ الاستقلال لم نتقدم مازال الاقتصاد الجزائري يعتمد بنسبة كبيرة على البترول والمحروقات 98% من صادرات الجزائر هي محروقات ومشتقاتها اليوم 52 سنة دائما بعد الاستقلال أنت كوزير سابق يعني كيف نظرتك وكيف تصورك للمستقبل لنتكلم عن الماضي لأن الماضي متفقين عليه بأنه لم نقدم ربما أي شيء في الجانب الاقتصادي نظرتك سيد جمال ودعباس إلى المستقبل في الجانب الاقتصادي كيف تنظر للجزائر أو تنظر للجزائر في الجانب الاقتصادي إذا ممكن حتى نعطي نوع من التقدم حتى نعطي نوع من نوع من الحيوية في الاقتصاد الجزائري لا نقول نصل إلى موصلة إليه النمور الأسيوية ولكن على الأقل الحركية في الجانب الاقتصادي لماذا لا لماذا لا منذ 15 سنة هذه لاتنا نتكلم عليها منذ 1990 نعالج التقل مقبل منساش العشرية السودة منتع الإرهاب الهمجي الوحشي الأعمى عشرات الألاف من ضحايا المؤسسات المعاهد التنويات المدبح الجمعية والوضع الاقتصادي في 1999 34 مليار دولار ديون مع الخارج 30.8% ولكن وزير تشغيل للبيطالة لهذا منذ تسعى وتسعى لازم نرجع للحقائق منذ تسعى وتسعين تصحيح ما ارتكب أخطاء أخطاء وانحرافات ورشوة تكلم عن رشوة ماشي ما أهمية في المياه نحن نعطيك الفسد شكرا على تكلمت على الفسد أنا الشي اللي اكتشفته في وزارة الصحة وتكلمتها بصفات علنية علنية يعني وعطيت أرقام وعطيت الشي اللي بقيت متبوع من بعد الصحفيين سانهما ورايا لأنه عطيت بعض الحقائق مرة ومؤسفة بالخصوص ما يتعلق بصحة المواطن دواء دواء يعني كل هذا التقل اللي كان موجود قبل تسعى وتسعين في محاولات بإخلاص لنصفي هذا الحالة اللي هي مشبوه فيها اقتصاديين سياسيين كذلك ولكن ما تقدمنا كثير سيد الوزير نعم ما تقدمنا من الساعة وتسعين اليوم ما زلان نستور 70% من حاجيتنا من الدواء لا أنا كنت قررت ماشي قررت كان المخطط نتاعي في نهاية 2014 نوصله إلى 65 70 منتوج الوطني احنا في أقل من ربعين أقل من ربعين نعم قررت شرفت عليه يعني إجبار التحفظ ولكن كل واحد العارف اللي يسمعون لها لانش التجار بتاع البددان الأخرى يعني صور الدول الاقتصادية أنا عشت في المكسيك في فترة معينة قوة في إنتاج الدواء لأن لا تسمح باستيراد الدواء تطلب من المخبر مثلا أنه هو اللي يجي بالدواء ما تقول شو واحد خاص يجيب دواء وبعد ثلث سنوات أنه يدير مصنع للدواء إحنا يفتحنا الدواء للبزنسا واصبحت ماشي معك واصبحت نعم واشي نحت المكسيك راغي الأردن جميل نعم تجربة يعني ناجحة جدا في مجال شوفوا تجرب لنجحة لنجحة في العالم معروفة والوصفة معروفة ولكن إحنا نختار أنه وصفة جزائرية محظة أن نستريد أنت تصور نحن نستريد 75% من البروتينات اللي نستهلكها نعم ما تحرج نشكت 5% فضل أدوية لأننا أدوية تتعرف لي نعم فضل لهذا أنا تقل اللي كان موجود يعني سلبي بما يتعلق بالفساد بما يتعلق حرية التعبير من الشكل الآن في حرية التعبير نعم 132 جريدة يوميا يعني لو تشوف غير الكاريكاتورات والله درسان أخرى لا يمشي للسجنال الآن تخلنا في مرحلة جديدة منذ يعني فيما تحق بتعديد الدستور ولهذا مطلوب كل مواطنين كل قوة الحية كانوا يعني حزاب سياسية كان مجتمع مدني كانوا ما يسمى الأساتي دا يعطي ورايهم و نصلح شي تفضله ولكن عطا ورايهم سيد الوزير في 2011 ما تغير شي عطا ورايهم سيد جمال ولد عباس ولكنك لم تجبني على سؤالي فيما يتعلق بالاقتصاد أنا طرحت عليك سؤال فيما يتعلق بالاقتصاد لأننا لم نتقدم ولا خطفة في مجال الاقتصاد ولكن لا عليك سأسمع منك الجواب ولكن بعد الفاصل الإشهاري مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل للنقاش كذلك عطا ورايكم بالمشاورات الدستور يقول لك باللي باستثناء التوابة المعروفة مفتوح لكل تعديل ولهذا مطلوب كل جزائريين مجتمع مدني أحزاب إطارات يكون متوحدين لتغيير الدستور للمستقبل الورقارها الآن في المعسكر نتعنا احنا كشعب جزائري تظن الدستور هو الحل نعم الدستور هو الحل هو منعرج ما قل حزم هذا هو الحل لا نعم نعم سيد ابو جمع شوري لا تخص الدستور هو الحل نعم